بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم يا شباب في الفيديو ده هكلمكم على شاحن السيارة المستخدم في السيارات الكهربية من شركة زينكار طبعا شركة زينكار شركة صينية احنا هنبدأ نشوف يعني ايه اصلا شاحن سيارة كهربية هنا هنشوف عندي كده ده الالكتريكال فيكل تمام الاي في تشارجينج موتو طبعا انا هنا شباب بتكلم على اليوزر مانيول بتكلم على اليوزر مانيول زين ما احنا شايفين كده في الرسم ادي السيارة الكهربية بتاعتي تمام هنا بيدخل راس الشاحن داخل السيارة وده الكابل اللي واصل بجسم الشاحن وبعدين طالع من جسم الشاحن كابل واصل بالسوكت او الفيش مهم جدا يا شباب ان انا لما اجي كمهاندس كهرباء اتعامل مع الفيش اللي هركب عليه الشاحن ده الفيش طبعا في مصر بيبقى ليه الطرفين هنا ده طرف اللاين وده طرف النيوترال الطرفين دول لازم اشوف هل الشاحن ده بيشتغل على كم امبير يعني فيه شواحن بتشتغل 16 امبير فيه شواحن بتشتغل 32 امبير طيب لو انا هشغل الشاحن على 32 امبير يبقى لازم السوكت او الفيش اللي انا هاخد منه يستحمل ان هو يقدر يتسحب منه 32 امبير المعلومة دي مهمة جدا فيه ناس كتير جدا بتوصل شاحن السيارة على الافياش بتاعت البيت العادية وتلاقي يحصل فيه عندك مشكلة لا لازم انا اعمل عملية تدعيم للسلك اللي في الفيش ده بحيث يبقى السلك بيستحمل لحد 32 امبير والسوكت نفسه بيتحمل لحد 32 امبير لو الشاحن بتاعي 32 امبير لو الشاحن بتاعي 16 امبير يبقى انا لازم ادكد ان السوكت والكابل بيستحمل 16 امبير زي ما احنا عارفين كده هنبص في الصورة ادي عندي ادي السيارة الكهربية فيه عندي داخل السيارة الجزء اللي تحت ده كله هو البطاريات يبقى انا هنا عندي مجموعة البطاريات اللي موجودة في السيارة بتاعتي داخل السيارة بيبقى فيه on board charger يعني داخل السيارة فيه الشاحن احنا زي ما شفنا انواع الشواحم فيه on board وفيه off board charger ده النوع بتاعنا اسمه on board charger يبقى النوع ده اسمه on board charger يبقى انت لما هتلاقي السيارة داخلها البطاريات هتلاقي الشاحن الداخلي اللي معاها هنسميه on board charger طبعا هنا طالع الوصلات بتاعتي واصل حد الجزء ده مهم جدا ده الكنكتور بتاعي طبعا احنا بنحط عوامل امان ان انا لما اجي ادخل راس الشاحن اللي هي هنا من ناحية اطراف الشاحن مع الجزء بتاع السيارة لازم يبقى الكنكتور ده راكب كويس تمام لما ابدأ اعمل عملية الشاحن للسيارة عشان ما يحصلش عندي اي مشاكل طبعا وجزء الكنكتور ده ممكن يتسبب في مشاكل كترة جدا هتلاقي من كتر الاستخدام انت بتركب الراس بتاعت الشاحن داخل السيارة كل شوية بتشحن وبعد كده تفصل تشحن وتفصل فالكنكتور ده ممكن يكون سبب عطل لبعض السيارات في عملية الشاحن وتبقى انت مش عارف هل العطل من الشاحن هل العطل من الشاحن ولا العطل من السيارة تمام غالبا بيحصل هنا الجزئية دي لازم يكون عليها حماية بحيث يبقى انا متأكد ان عملية التوصيل تبقى كويسة جدا هبدأ اشوف والله لو السيارة ما بتشحنش هشوف هل المشكلة في الشاحن ولا المشكلة في السيارة ولا المشكلة في الكنكتور نفسه اني الدايرة تمام مش مزبوطة ومش شايفة ان الكنكتور قافل على السوكت بتاعه وبالتالي مش بترضى تشتغلي الحتة دي مهمة جدا اتعلمنا منها اني انا عندي انا عندي هنا تمام عندي الجزئية دي اللي هي البتاري البطاريات وفي عندي الانبورد شارجر وده عندي الكنكتور وده الشاحن بتاعي طيب انا اول ما هبص طبعا اي عربية او اي سيارة شباب بشحن يكون عندي الشاحن لازم اروح على النت واكتب مثلا الاسم الشركة زين كار مثلا يوزر مانيول عشان اقدر اجيب اليوزر مانيول اللي انا اقدر اشتغل منه طبعا اليوزر مانيول ده بينزل مع الشاحن لو انت فكّت العلبة بتاعت الشاحن هتلاقي في كتايب كده 8 صفحات تمام هو اليوزر مانيول من شركة زين كار طيب ايه هي الموديلات من من المهندس الشاحن الموديلين دول مهمين جدا لازم لازم تبقى عارف اني في عندي37 وفي موديل بي طيب ايه الفرق يا باش مهندس بين موديل اي و موديل بي بالشكل بس لو انت بسيت كده تمام هتلاحظ ان في عندي موديل ايه هتلاقي اللايتنج بتاعه طولي يعني طولي تمام طبعا في فرق رئيسي هنقوله دلوقتي ده الجزء بتاع الاوليد طبعا احنا عارفين ان الاوليد هو عبارة عن الارجانيك لايت اميتنج ضيود ده طبعا غير الليد خلي بالك هنا الكنترولر مصنع بتقنية الاوليد اللي هي الاورجانيك لايت اميتنج ضيود وده بيبقى الليدات بتاعته افضل بتديني كنتراست او تباين اعلى وبالتالي الشاشة اللي هنا موجودة دي الطولية في الموديل ايه وزي دايرة كده في موديل بي بقى لو حد سألك طبعا في فرق شاسع وحنشوف دلوقتي احنا بنستخدم مين بس انا بتكلم على الشكل يبقى في عندي موديل ايه تمام اللايتنج بتاعته او درجات اللون اللي هتوضح لي هو شغال كويس متوصل في ايرور ولا لا على شكل طولي ده الفرق الاولاني موديل بي بيبقى على شكل دايرة ولو انت بصيت تمام هتشوف دلوقتي الكلام اللي احنا بنقوله اهو انا دلوقتي عندي شكل الطولي ده بيديني درجات الالوان اللي هي اللي فوق دي اللي هو الجزء ده ده الاوليد بتاعي وهنا الاوليد بتاعي اللي هو بيبقى على شكل دايرة زي ما احنا شايفين فيه تلات الوان هتقولي طب ايه الفرق انا عايز افهم دلوقتي هقولك الفرق التكنيكال او الموديلين بتوعي طايب ايه موديلات طايب ايه وطايب بيه ان انا بشوف شكل اللمبات بتاعتي تمام بيه الشكل المختلف وكل واحدة ليها او ليها كل درجة لون ليها علامة يبقى انا عندي موديلين فيه موديل تمام من اه الموديل ايه والموديل بي هتقولي طب انا دلوقتي هبدأ اشتغل هاخد انا موديل الموديلين دول هنبدأ نشوف بقى قصة الموديل ايه والموديل بي المهم ظاهريا ان الموديل ايه الشكل بتاعه اللمبات طولية اللي هي دي وهدي درجات الالوان بتاعته والموديل بي على شكل دايره ودي الدرجات بتاعه خلينا نشوف موديل ايه موديل ايه عندي تمام خلينا كده نشوف خلينا نشوف موديل ايه موديل ايه اللمبات اللي موجودة دي معناها عندي اول جزئية ادي هنا عندي الليد الليد ستيتاس والليد لايت دا معناه ايه طبعا لما بيديني لما بيديني اخضر دا معناه ردي معناه ردي تمام طيب لما الاخضر دا بيعمل فلاشينج تمام دا معناه ان السيارة بتاعته تقنكتد طب لو احمر لا لو احمر دا معناه ان الكونيكشن فيه والحتة دي مهمة جدا يا شباب يبقى انت لو جيت تدخل الشاحن نورت اللمبات لونها احمر ده معناه ان فيه ايرور كونكشن بتوين الالكتريكال فيكل والالكتريكال فيكل تشارجر يعني بين الشاحن وبين السيارة في كونكتور ايرورز او كونكشن ايرورز تمام يبقى دي حتة مهمة جدا يبقى اللون لو اداني احمر يبقى فيه مشكلة لو اداني اخضر يبقى هو رادي هو دايما كده اخضر ان هو ايه هيجه جاهز الشاحن طيب بدأ يشحن او بدأت يكونكت مع الدايرة خلاص يدي لك في الله اخضر طيب ده بيعمل يعني بيديني الوان مختلفة زي ما احنا شايفين كده هو بيعمل عملية طيب بيبقى لونها تمام بيبقى لونها بلو او ازرق بعد ما بيخلص تمام بيديني من ناحية باور اوف جرين تمام بتطفي وبعك كده على يعني في حالة هيدي لك طيب لو انا دي لوقتي في مشكلة مش هتبدأ تشتغل اصلا لونها احمر طيب لو اداني الاصفر بيعمل يبقى اتشارجنج ايرور يبقى انا هنا ازاي اعمل دايجنوزيس او تشخيص للعطل لو اداني احمر يبقى الاحمر ده معناه يا شباب الاحمر الاحمر ده معناه ان في مشكلة في عملية الاتصال في الكنكتور زي ما شفنا هنا لو الكنكتشن ده في مشكلة هيديني لون احمر طيب لو في مشكلة في الشحن هيديني لون اصفر يعمل فلاشنج يعني دلوقتي لو دخلنا هنا تمام سواء كان الانبورد تشارجر ولا البتري فيها مشكلة هيددأ يديني في عملية الاتصال يولو فلاش طيب الموديل بي اللي هو الموديل التاني الموديل التاني اللي هو موديل بي في عندي تمام تلات الوان اللي هو اليولو الاصفر تمام والجرين الاخضر والرد اللي هو الاحمر زي ما احنا شايفين فين الدائرة دي اهيه على جسم الشاحن طيب لو لو الداني اللي احمر بيعمل لايت اون ده بيعمل هنا خلي بالك اللي احمر بيعمل لايت اون معناها تشارجنج مش ايرور يبقى معناها لو اللي احمر ده منور معناها ان هي السيارة بتشحن خلاص طيب لو اداني اصفر دي المشكلة ان هو حصل فلد في خطأ بيعمل ده في الخطأ في اي مشكلة تمام طيب لو اداني لو اداني جرين اغتر ده اللي اختر في عندي في حالات الان ده بيبقى ان ده معناها نفس الحالة اللي فوق لو الجرين ده معناها Schあります تمام طيب لو اللي اخدر ده عمل بس بطيء ده خلاص بيعمل خلاص طب فاست فلاشنج معناها ايرور يبقى هنا الجرين اللي معناه الجرين السريع معناه ان فيه ايرور طيب بيعمل بيعمل بولس يشتغل شوية ويفصل شوية بولس يعني بولس كلمة بولس في الهندسة معناها كده يعني زي سفر واحد دي بلس بيسموها او بيحصل عندي حاجة مطفقة كده وتروح عاملة بلسنج وعاملة واحد ده بيسموه البلس او النبضة بيعمل نبضات ده بيعمل شارجنج احنا شوفنا لو حد سألك فيه الشاحن الزين كار فيه عندي موديلين فيه موديل ايه وموديل بي طبعا احنا هنبدأ هنا نشوف تمام الارقام اللي بتبقى مكتوبة على الشاحن في الشاشة اللي هي الشاشة دي هنا وهذه الشاشة دي هنبدأ نشوف تمام ايه الحاجات اللي بتبقى مكتوبة على الشاشة طبعا هنا بيقولي الكنترولر قلنا اورجانيك خلاص اورجانيك لايت اميتينج دايود دي تيل دي سكريين دي السكريين الشاشة هيطلع عليها ايه طيب في عندي حالتين فيه نورمال جراوندينج تبقى بالشكل ده تمام وفيه سوكت بي اي فولت تمام انا دلوقتي عندي النورمال جراوندينج النورمال جراوندينج اللي هي الحالة الاولانية بتاعتي ايه بقى الكلام اللي مكتوب هتبدأ تدخل هنا اهو هتبدأ تدخل عندي كده هتلاقي اول حاجة كلمة ريدي مكتوبة تمام وفيه رمز اتصال الشاحن بالسيارة وفيه بعد كده حاجات هنا اه ارقام معرفش الارقام دي بتاعت ايه اه دي شكلها درجة حرارة ده الجهد ده الكيلو وات ده الامبير وده الامبير اللي شغال عليه للشارجر وهنا الكيلو وات اور طيب يعني ايه الكلام ده قالك والله كل واحدة من دول هيبدأ يفسرها اهو احنا قلنا احنا قلنا تمام قلنا هنا الجزئية دي اهو بسيطة جدا دي معناها ايه دي معناها الكارنت تشارجنج تايم ودي مهمة جدا تمام عملية الشحن الحالية الوقت بتاعها كام يبقى دي هتعبر عن ساعات ودقائق وثواني يبقى ده اول جزئية ده هيوضح لك الطايم طيب الجزئية التانية بتوضح للكارنت كونترولر تم بريتشار ودي مهمة جدا يا شباب درجة حرارة الكنترولر الحالية كمام طيب وبعدين مديني هنا زيرو زيرو كيلو وات اللي هي دي الكارنت تشارجنج باور زي ما احنا خدنا كده فقول لك اهربا ان الباور بي بتساوي الاي في الفي ليها كزا صيغة تانية طبعا اي تربيع في ار وفي تربيع على ار والكلام ده المهم ان دي باور واحدة قياس القدرة اللي هي بالكيلو وات يبقى هنا انت عرفت ان دي عبارة عن الكيلو وات طيب وبعدين ايه قصة بقى 16 امبيري اللي مكتوبة دي الكارنت تشارجنج اللي هي ايه انا دلوقتي هشوف ان التشارجر ده ممكن يشحن ده ممكن يشحن ده ممكن يشحن سريع ممكن يشحن بطيء ممكن يشحن على 32 على 16 على 6 على 10 على 12 وكزا فده بيسموه الكارنت مود يبقى الجزئية دي تمام اللي هي 16 توضح لي الكارنت تشارجنج كارنت مود مهم جدا الكلام ده طيب في الحالة دي هبدأ طبعا لسه في عندي بعض الحاجات في عندي زي مسلا ريدي ريدي دي معناها ويتنج فور تشارجنج يعني انا هنا لو داني خلاص هبدأ انا مستني عملية الشحن طيب وبعدين في الجزء ده ده الجهد يا شباب اللي انا اشغال عليه 230 فولت خلي بالك الكارنت تشارجنج فولتج يبقى ده الفولت تمام ده الكارنت التيار اي هنا بقى الكارنت تشارج بالكيلوات اور دي هشباب انرجي لو انتم فاكرين في الكورس احنا اخدنا الانرجي الاي بتساوي البي في التي يعني القدرة مضروبة في الزمن بتديني الطاقة الانرجي اللي هي الطاقة بالكيلوات اور خلي بالك فيه فرق بين الباور بي والاي هنا الباور الباور بالكيلوات اما الطاقة الانرجي بالكيلوات اور كيلو وات اور طيب وبعدين الكارنت تشارجنج كارنت ده الامبير بقى حسب لما انا بشحم بيشحم بكم امبير يعني المكسيمم كارنت اللي هيتشحم بي في الحالة دي 16 بس هو ممكن يكون بيشحم بقى كل لحظة حسب تغير الشحنة وحالة البطارية هيشحم بامبير معين طيب وبعدين في رموز تمام رموز موجودة هنا زي الرمز ده كده مثلا الكنكتور وفي رمز البطارية طيب ده معناها ايه ده معناها ده معناها حالة الشحن اهو البطارية ربع نصف وكذا طيب الرمز اللي فوق ده اللي احنا قلنا عليه اهو اللي هو ده 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 معناه يعني هي اصلا مش موصولة تمام بليز كونكت الفيكل يعني هو بقول لك والله ده مش وصلة لو سمحت وصل فهو بيدي لك رمز يقول لك والله يوصل طيب الرمز ده تمام بيقول لي الرمز العمزة الطيارة هاز كونكتد تو زافيكل ويتنج فور زافيكل تو ماتش الحتة دي مهمة جدا الرمز ده بيبقى هو وصلت بس لسه ما عملش ماتشنج هو بيزبط نفسه قبل ما يبدأ يعمل عملية لشهر فبي اعمل ماتش ماتشنج اللي هو توافق ماتشنج اللي هو التوافق ممتاز طيب لو في رمز الال ده دي لي دي لي دي لي تشارجينver의 slots تمام و الاند اوفد شارجين يديني رمز البطارية الماليانة كاملة فيه هنا steps to quick charge في steps to quick charge في عنديcean step اربع stepات طيب رقم واحد step two step three step step 4 step 1 مهمة جدا يا شباب لما اجي اعمل connection توصيل للفيش بتاع الشاحن تمام connect power cord to grid يعني انا هنا بوصل راس الفيشة بشركة الكهرباء او بالفيشة بتاعتي او بالبريزة زي ما بنقول في مصر اللي موجودة في الحضة او اللي انا صنعتها يعني يتناسب الامبير اللي بتستحمله والسلك اللي موجود بعديها مع امبير الشاحن بتاع السيارة دي حتة مهمة جدا لازم اركب راس الفيشة في الجدار كويس جدا مروحش اركب راس الفيشة بقى فيها سنة طلعة برا من التحميل بتاع الكابل ميلة فاي طلع الجزئية منها ده بيعمل لي short circuit short circuit يعمل لي افلة افلة او تايار قصر بنسميه طيب الستيب رقم اتنين double click or sweep card طبعا انا في عندي الار اف اي كارد الكارد ده اللي انت شايف ادي ايد الراجل اهو ده اسمه تمام الراديو frequency identification ده كارد اي حد معه كارد يبقى فيه كارد ريدر تمام فانا كل اللي بعمله عشان ابدأ اعمل عملية ال starting بتاعت الشاحن او اغير امبير الشاحن بعمل double click باجي هنا بعمل double click تمام على ال sweep card الكارد نفسه بتاعي عشان يبدأ الشاحن يشتغل طيب الخطوة رقم 3 ان انا بوصل charge vehicle تمام اوصل راس الشاحن بتاعتي بالسيارة تمام بقى كده الخطوة رقم اربعة بعد ما انا عملت كده خلاص هعمل sweep card to set delay start timer عشان احط بتاعي وبالتالي انا كده عملت بسموه steps quick guide عشان ابدأ اركب راس الشاحن في الجدار وبعد كده اعمل sweep عشان يبدأ يشتغل الشاحن تمام او الكارد يبدأ يحمل الشاحن ايو يبدأ يحمل وبعد كده اوصل الراس بتاعت الشاحن في السيارة وبعد كده اعمل عملية starting لعملية الشاحن طبعا كده احنا شوفنا شوفنا في الصفحات دي الشاشة وشوفنا ان في عندي موديلين موديل اي وموديل بي وشوفنا ايه الفرق بينهم وازاي احدد الاخطاء الجزئية دي مهمة جدا ازاي تحدد ال error وبتشحن طبيعي من خلال اللمبات او من خلال الليد طيب لو انا هاجي هدخل بقى على التفاصيل التكنيكل شوية ده عايزة بقى ايه مهندس مركز معايا بيقولك هنا والله التكنيكل تكنيكل او البرودكت سبيكس طبعا احنا كلنا عارفين سبيكس معناها سبيسيفيكيشن اللي هي المواصفات لهذا المنتج كلام بسيط جدا طيب انا عندي طايب ايه وعندي طايب بي عفوا طايب وان طايب وان وطايب تو هل انا باش مهندس طايب وان ولا طايب تو قالك والله الدول اللي الجهد بتاعها في حالة السينجل فيز ميتين وعشرين والسري فيز تلتمية وتمانين يبقى طايب تو يبقى انا مصر مصر والسعودية تمام طايب وان ولا طايب تو طايب تو طايب 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 طايب给ز طبعا كانت سعودية في بعض الاماكن هنا طايب وان اللي هو الامبوت بتاعها السينجل فيز مية وعشره والسري فيز ميتين وعشرين اللي هي متين وتلاتين فولت طبعا كانت تردد فمصر في مصر خمسين هيرتز وفي السعودية ستين هيرتز. تمام? يبقى انا هسألك الشواحن اللي احنا بتتوفق معانا في مصر ايه طايب تو ليه لاني طايب وان بيشتغل على الجهد معلومات مهمة جدا وقيمة وبسيطة جدا لازم اي حد بيملك سيارة كهربية يبقى عارفها تمام حتى لو مش مهندس كهربا ولا فني كهربا يبقى انا هنا مش بشتغل على طايب وان يبقى مصر والسعودية طايب تو ليه بش مهندس طايب تو لان الجهد بتاعنا تمام شغال على كم مكين وعشرين فولت طيب مهم جدا يا شباب مهم جدا ابقى عارف حاجة بسيطة اللي هي ايه والله انا دلوقتي عندي عندي فيه الشغل انا بركب الشاحن ده شاحن في البيت تمام فانا عندي هنا عندي هنا خلينا ااخد دي كده عندي حاجة بنسميها سينجل فيز وفيه عندي سري فيز سينجل فيز اللي هي الجهد بتاعها متين وعشرين فولت سري فيز تلتمية وتمانين فولت سينجل فيز سينجل فيز بالبلد كده بيكون عندي سينجل فيز بيكون عندي سلكتين سينجل فيز بيكون عندي سلكتين واحدة لاين واحدة ده في مصر في السعودية بتضيف الطرف التالت للسكت اللي هو الارس اما سري فيز بيكون لاين واحد لاين اتنين لاين تلاتة ونيوترل وارس يبقى راس الفيشة نفسها دي هتبقى خمس اطراف خمس اطراف راس الفيشة هنا هتبقى يا اما طرفين راس الفيشة يا اما طرفين يا اما تلت اطراف مهم جدا يبقى انا هنا الشارجر بتاعي تايب 2 خلاص حفظنا احنا تايب مين ها تايب 2 خلاص السعودية ومصر بتشتغل على تايب 2 الشارجر لاني الطايب 2 الطايب 2 بيشتغل على السينجل فيز متين وعشرين ده الانبوت خلي بالك الانبوت متين وعشرين على ثلتمية وتمانين دي معناها ان انت بتشحن متين وعشرين تلتمية وتمانين سري فيز اي سي تير متردد خمسين هيرتز يبقى مصر ستين هيرتز السعودية حلوة خالص جدا جدا الاوتبوت بتاعي بيطلع برضو تمام متين وعشرين تلتمية وتمانين فولت اي سي طيب يبقى انا هنا هنا الشاحن ده بيدخل لي امبوت متين وعشرين تمام سنجل فيز وبيطلع لي اوتبوت متين وعشرين سنجل فيز طبعا الاي بي بيسموها درجة الحماية ده اربعة وخمسين يعني ده خارجي يعني يستحمل لو جات عليه مية لو جات عليه غبار او تراب يستحملها طبعا في حاجات بتبقى الاي بي بتاحها خمسة وستين الاي بي خمسة وستين او ستة وستين او سبعة وستين او تمانية وستين تمام الاندكس ده لو خارجي الريتنج تمبريتشر دي مهمة جدا بتحمل من سالب خمسة وعشرين لحد موجة بخمسين دي اللي تهمني موجة بخمسين درجة سليزيز يبقى هو بتحمل درجات حرارة لحد خمسين طيب الكارنت بقى احنا اصلا جايبين شاحن الشاحن ده الشغل بتاع الشاحن ماشي الجهد مع حاجة كويسة وما فيش مشاكل سهام حاجة فيه الشواحن اللي هو اهم حاجة فيه عندي فيرجان تو تمام ده بيشحن شحن متعدد يعني شحن متعدد يعني انا اقدر اغير بتاع الشحن في عندي تو فيرجان في فيرجان بينزل تمام في فيرجان بينزل ستاشر امبير وفي فيرجان بينزل اتنين وثلاثين امبير طيب الستاشر امبير اقدر اعمله ادجاستابول ادجاست دي معناها ادجاستابول اقدر ازبطه يشحن بالفول كارنت اللي مكتوب عليه ستاشر امبير يعني انا مثلا هنا هروح اغير بالايد تمام اللي هو ار اف اي دي ده هلاق الار اف اي دي اقربه ويروح يغير لي هنا بدال ما دي ستاشر تمام شايف دي هنا الحتة دي ستاشر امبير ممكن اخليه يشحن على قيم اقل طيب اخليه يشحن على قيم اقل طيب كامل قيم دي كامل قيم دي اهي مكتوبة هنا القيم دي الستاشر يقدر يشحن على 19 يقدر يشحن على 16 امبير و 12 و 10 و 8 و 6 نحفظهم 6 و 8 كل ما بعمل اقرب ال RFID من الشاحن يغيرلي 6 اللي بعديها 8 اللي بعديها 10 واللي بعديها 12 واللي بعديها 16 أمبير مهم جدا تمام طيب اللي هيزيد عندي فيه شاحن تاني بيبقى 32 أمبير بيزيد عندي تمام بيبقى العشرة وال 16 وال 20 تمام و زيد عندك العشرين وال 24 لحد ال 32 يبقى بيشحن على 5 مستويات العشرة وال 16 والعشرين والاربعة والعشرين والل 32 ال 32 أمبير يبقى انت عندك هنا 2 version يبقى انت لما تروح تشتري الشاحن هل الشاحن ده 16 أمبير ولا 32 أمبير طبعا الناس المهندسين عشان نبدأ نشتغل تيكنيكا لصح أنا طبعا طيب 2 ده بيخضع ليه ال IEC رقمه لو انت دخلت كتبت ال International Electric Code تمام هتلاقيه رقمه 62196 خلي بالك الكوت ده مهم جدا لما احنا بنيجي نشتغل 62 ال IEC 62196 ده بيتكلم عن المواصفات الخاصة بي شواحن السيارات الكهربية طيب بعد كده بعد كده في عندي في عندي هنا الجزئية الخاصة بالسياركيت بورد سنسور دي مهمة جدا الحساسات لو قال الطيار دي روسي الامب اوتوماتيكلي تمام والسياركيت بورد سنسورز اللي موجودة في اي شاحن ان شاء الله في فيديو بالتفصيل بعد كده في عندي مهم جدا الناس اللي بتشتغل في الشواحن تبدأ تشوف هل الشاحن ده في الخاصية دي موجودة في السيفتي ولا لا هنا في عندي اتناشر اتناشر سيفتي بروتكشن بيلت ان كل واحدة من الاثناشر دي مفروض ان شاء الله هعمل عنها محاضرة كاملة الشاحن اللي معانا في عندي اول حاجة في السيفتي او في البروتكشن بتاعه الفيكل بالسيتنج دي سي ليكيج بورتكشن في عندي حماية ضد التسريبات الدي سي اللي هي ليكيج بورتكشن في البرشار ريسيستنس فليم ريداندنت المواد بتبقى ريسيستنس فليم ريتاندنت بريشار يعني بتحمل ضغوط ومقاومة للضغط العالي الكتروستاتيك بورتكشن حماية ضد الشحنات الالكتروستاتيك زي ما انت شايف كده بروتكشن ايرسينج او بروتكتنج ايرسينج دي تيكشن اللي هو حماية ضد التقريض او الشحنات بتاعت التقريض الزايدة والاندر فولتش بورتكشن ده مهم جدا لو الجهد قال عن قيمة معينة لا فيه بروتكشن بيقول لي لا والله تحت الجهد ده لا خلاص انا هعمل بروتكشن وافصل مش هشحن اصلا اللايتنينج لايتنينج لايتن لايت لايت يعني اضاءة اما لايتن فيها ن اي ان جي لايتنينج اللي هي منعة السواعق الحماية ضد السواعق والاوفر كارن بروتكشن يعني لو الامبير زاد عن حد معين هيفصل تمام بعد كده الانتليجنت كرنل وبعد كده الووتر بروف بروتكشن الحماية ضد المية والاوفر فولتش بروتكشن الحماية ضد زيادة التيارة وزيادة الجهد وزيادة الجهد تمام والسركت بورد تنبريتشار سنسور اللي بيحط عبارة عن سنسور عشان يشوف دركة حرارة اللوحة او السركت بورد لو سخنت عن وضع معين تمام بيفصل الدايرة والكراش او الكراشنج تيست هنعمل ان شاء الله محاضرات كاملة عن السيف بروتكشن بلت ان اللي موجودة في اي شاحن طيب هنيجي هنا بقى في الجزئية الخاصة بالسيف مور طيمر فانكشن طبعا الطيمر فانكشن او عمليات الطايمينج دلوقتي زي ما احنا قلنا ده ريدي خلاص هو جاهز وده الطايم وده التنبريتشار وده الجهد وده التيار وده الكيلو وات اور اللي هو الانرجي وهكذا هنا بيقول لي يوز ديليد ستار تايمر ديليد ستار تايمر تو سكاديول يوري تشارجنج سيشن يعني انت دلوقتي عايز تعمل سكاديول اننا والله عايز اشحن مثلا من الساعة 10 للساعة 12 او عايز اشحن من الوقت الفلاني الوقت الفلاني فهنا هو ضيف لك تايمر في الشاحن على اساس ان انت تعمل سكاديول تمام او تعمل جدول زمني لعملية الشاحن تمام وتقدر انت تنظم عمليات الشاحن في اوقات معينة طبعا لازم انت عشان تعمل سكاديول ده ده لازم تكون موصل البلاج ان مع الكارد ريدر هنا بيقول لك تمام تمام is connected to the car يعني انت لازم تكون موصل عملية البلاج مع الكار وتبدأ تستخدم على تيرن on timer by sweeping RFID زي ما قلنا هذه الكارد اللي بيدهولك مع الشاحن اللي احنا سميناها RF radio frequency يا شباب identification تمام وتبدأ تشوف والله without sweeping من غير ما اعمل عملية sweeping no timer مش شغال charging starts immediately اول ما انا اشتغل خلاص ما فيش timer ضيل لو انا بقى عملت one sweep عدتها مرة واحدة start charging or charge session after two hour يعني ابدأ اشحم بعد ساعتين بعد كده مرتين second sweep معناها بعد اربع ساعات ثلاثة ثلاثة معناها بعد ست ساعات اربع مرات معناها turn off timer اقفل هذا التايمر او المؤقت طبعا هنا بدأ يديني تمام تعليمات ونصايح في عملية safety information يقولك والله حاول تستخدم الشاحن في نفس الاسلوب او الحاجات اللي تصنعت عشانه ما تشدش الشاحن هو شغال لازم تتأكد من فصل السيارة تمام لازم تشحن بمصدر كهرباء موسوق منه لاستخدم الجينيريتور لازم تبقى عارف ان انت هتحط الحاجات عن temperature اخيرة 50 تمام الكلام ده كلام مهم جدا التحذيرات ده اللي موجود في الكتاب الخاص بشركة zinc car ان شاء الله كونه فقط في شرح pdf او user manual الخاص بشركة zinc car استنوني في فيديوهات تانية كتير خاصة بالالكتريكال فييك بصفة عامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته